بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستكمل اليوم توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم لشباب أمته فتيانا وفتيات بأن يكون المقياس في اختيار الزوجة هو مقياس الدين بعد أن ذكر مقاييس أخرى كالمال والجمال والحسب والنسب وقد عرضنا في شيء من التفصيل لماذا توقف صلى الله عليه وسلم عند مقياس الدين ولم يتوقف كثيرا عند مقياس المال والجمال والنسب وقلنا إن السبب في ذلك هو أن الإسلام يؤسس بنيان الأسرة على قواعد صلبة وأسس متينة ذات أثر ممتد في استقرارها وبقائها وأن المقاييس الأخرى غير مقياس الدين لا تتمتع بهذه الخاصة إذا ما استقلت وحدها بهندسة هذا البنيان المعقد وما يعرض له من تحديات واليوم نبين أن مقياس الدين في اختيار الشاب للفتاة واختيار الفتاة للشاب ليس هو ما يتصوره بعض الناس مما يتعلق بجانب العبادات وكفى وأن التدين هو الاجتهاد في الصلاة وفي قيام الليل وصوم الاثنين والخميس ولا شيئا بعد ذلك فالصلاة وما إليها من باقي العبادات المفروضة هي فروض لا يستطيع مسلم ولا مسلمة أن يتحلل منها أو يناقش في أمر فرديتها ووجوبها كما أمر الله ورسوله غير أنها على خطرها لا تستوعب كل جوانب هذا الدين العظيم بل تبقى هناك جوانب أخرى هي منصل بهذا الدين وجوهره وحقيقته وأعني بها جوانب الأخلاق التي لا تقل أهمية ولا خطرا عن جانب العبادات المفروضة وقد عرضنا من قبل لقوله تعالى في شأن الصلاة ومقاصدها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي شأن الصوم وغايته لعلكم تتقون وفي شأن الزكاة وثمرتها الخلقية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والانتهاء عن الفواحش والتقوى والتطهير والتزكية كلها من باب الأخلاق والفضائل والآداب كما عرضنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها فكان مصيرها إلى النار مما يدلنا على أن الأخلاق الكريمة التي تسع الآخر ولا تعتدي عليه ولا تؤذيه بغير حق هي والإسلام وجهان لعملة واحدة وما نرمي إليه من وراء هذا التحليل السريع لمعنى الدين وأنه والأخلاق أمر واحد هو أننا حين نعدد صفات المرأة التي تدعو إلى الاقتران بها ونذكر منها وصف الدين فإننا نقصد من الدين هذا المعنى المرتبط بالأخلاق والذي يدور معه الدين وجودا وعدما وأنه إذا صحت الأخلاق صحت العبادات وصحت تدين وإذا مرضت الأخلاق مرضت العبادات ومرضت تدين وأن حسن الخلق إذا انفصل عن التدين فها هنا أمارة كافية على أن هذا التدين مغشوش وإذن فمقياس الدين الذي ورد في الحديث النبوي ليس هو التدين الشكلي أو الالتزام بالدين في موطن والتخلي عنه في موطن آخر وإنما هو الدين الباعث على أخلاق المرؤة والتسامح وواجب الرعاية والمسؤولية وغير ذلك مما لا تستقر أسرة أو تشعر بالمودة والرحمة بدونه هذا وينبغي أن نعلم أن كل ما قيل في اختيار شريكة الحياة يقال مثله في اختيار الفتاة شريك حياتها من عدم الانبهار بالثروة أو الشكل أو وجاهة الأسرة والأمر هنا أكثر خطرا وأشد خوفا لأن أسباب الاضطرابات التي يخشى منها على استقرار الأسرة متجمعة هذه المرة في يد الزوج الذي قد تغريه ثروته أو وسامته بالطلاق أو التعدد ومما تجذر الإشارة إليه في شأن اهتمام الإسلام بالأسرة عدم إجبار الفتاة على التزوج بمن لا تحب أو لا تشعر بالميل إليه وتحريم ذلك تحريما قاطعا على أولياء أمور الفتيات وهذا النوع المؤلم من الزواج كان موجودا إلى عهد قريب وكان يمثل حالة من حالات تغلب العادات والتقاليد على أحكام الشريعة وإذا كان الإسلام لا يبيح للأسرة إجبار ابنتها على الزواج ممن لا تميل إليه فكذلك لا يبيح للفتاة أن تختار شابا غير كفء لها ولا لعائلتها ثم تفرضه عليهم باسم الشريعة وحرية الاختيار وعليها أن تعلم أنها عضو في أسرة وأن الحكم الشرعي هنا متساو فكما منع الأسرة من أن تفرض عليك شابا لا تريدينه فكذلك يمنعك من أن تفرضي على أسرتك شابا يلحق بهم المنقصة والقيل والقال أو شابا غير مؤتمن على مستقبلك الأسري ولا يراه إلا شهورا أو سنوات قلائل تبدأ بعدها أسرتك في تحمل المشاق والآلام وتبعات التسرع والتهور في الاختيار وعليك أن تكوني دائما على ذكر من الحكمة التي تقول من تزوج على عجل ندم على مهل ومن اهتمام الإسلام بالأسرة نهيه أن يخطب الشاب على خطبة شاب آخر وأن من يرغب في ذلك فعليه أن ينتظر إتمام الخطبة فينصرف عن المخطوبة أو فسخها فيتقدم إليها والحديث النبوي صريح في ذلك الأمر لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب والنهي هنا نهي للتحريم إذ هو حكم الأخلاق التي بعث نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه ليتمم مكارمها ومعلوم أن في خطبة الرجل على خطبة أخيه إشعالا لمشاعر الحقد والعداوة والبغضاء بين الناس ولكن قد يحدث أن يتقدم في بعض الأحيان أكثر من شاب لخطبة فتاة وفي هذه الحالة لا حرج على المخطوبة أن تتريث لرؤيتهم جميعا ثم اختيار واحد منهم وتفضيله على غيره ومثل هذه الحالة لا يشملها النهي المحرم الوارد في الحديث الشريف ومن اهتمام الإسلام بالأسرة أن جعل مسؤولية الأسرة مسؤولية شرعية مشتركة بين الزوج والزوجة وليست مسؤولية قانونية ومعنى المسؤولية الشرعية هي استحقاق الثواب أو العقاب فهي مسؤولية مراقبة ومسجلة وتفضي بصاحبها إما إلى رضا الله وإما إلى غضبه وإذا كان المسلم ليس حرا في أن يكون شريرا كارجا على حدود الله وحرماته في غير نظام الأسرة فهو بالأحرى ليس حرا في الخروج على الحدود التي حددها الشرع في معاملة الأسرة أو التهاون في المسؤولية الشرعية التي أناطها الله تعالى بالزوج والزوجة على السواء والتي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أن ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ثم يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ويؤخذ من هذه الأحاديث أن كل من الزوج والزوجة ليس حرا في معاملة الآخر حسب الأمزجة أو حسب دواع الكراهية أو العناد وإنما هناك المسؤولية الشرعية وبعدها الثواب أو العقاب وأن هذه المسؤولية الشرعية بما تدعو إليه من إيثار المعاملة بالمودة والتقدير المتبادل كفيلة بحماية عش الزوجية واستقراره وأن المعاملة في إطار المودة والرحمة والعشرة بالمعروف هي صانعة السعادة التي لا تكتسب من الأشياء ولا تجتلب من المقتنيات وإنما يفيض بها القلب حين تنبع هناك من أعمق أعماقه شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة